موسيقى ثانية لهم الأنباء أهلا بكم بدأ رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة باسم الجمهورية العربية السورية ممثلا للسيد الرئيس بشار الأسد في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني حسن روحاني هذا ووصل إلى مطار مهر آباد واستقبله وزير الطرق وإنشاء المدن الإيراني الدكتور عباس أخوندي والدكتور عدنان محمود سفير سوريا لدى طهران وأعضاء سفارة والسفير الإيراني في دمشق جواد تركبدي أكد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبناني أن سوريا قدمت كل تسهيلات في عملية تحرير الجرود وأعطت الموافقة المبدئية للتفاوض للوصول إلى النتيجة المطلوبة وقال نصر الله أن مساعدة على حسم المعركة هو الجيش العربي السوري والعمل من جبهتين من الجانبية السورية والجانبية اللبنانية المعركة التي ساعد على حسمها خلال فترة وجيزة جدا هو العمل من جبهتين من الجبهة السورية في جرود فليطة ومن الجبهة اللبنانية في جرود عرسال وبالتالي صارت جبهة المصرى بدأت آتل على كل الخطوط على كل الجبهات وهذا مما يشتت قوة الخصم قوة العدو ويسرع في الحسم إذن النتيجة المهمة الآن هو أن يعرف اللبنانيون أن أحد أسباب سرعة الحسم وتحرير جرود عرسال هو قتال الجيش السوري ونحن إلى جانبه في جرود فلطة في وقت واحد هذا ووجه السيد نصر الله الشكرى لسيد الرئيس بشار الأسد على ما تحقق وقال إنه من الحدود اللبنانية السورية إلى منطقة السعن كانت الضمانة من دولة السورية وتم تقديم التسهيلات نحن من واجبنا الأخلاء أن نتوجه بالشكر إلى سيد الرئيس بشار الأسد إلى القيادة السورية إلى الجهات الأمنية التي واكبت إلى الهلال الأحمر السوري إلى كل الذين أيضا في الميدان على مدى الليل والنهار خلال يومين ثلاثة ساعدوا بإنجاز هذه المهمة وأعادوا إلينا أيضا من نقطة السعن أعادوا إلينا السبعنة ميدانيا دمر طيران الحربي السوري مقرين ضم طائرات الاستطلاع وعددا الآليات والأسلحات تابعين لتنظيم داعش الارهابي بريف حمصة الشرقي هذا وذكر مصدر عسكري أن سلاح الجو في الجيش العربي السوري نفذ سلسلة غارات مكثفة ضد مواقع ومقرات تابعة لتنظيم داعش الارهابي في كل من خطمله وأمتوين بريف حمصة الشرقي والتي أسفرت عن تدمير مقر للتنظيم التكفري ضم أربع ذبابات ومستودع صواريخ وقذائف مدفعية في قرية أم لتوينة وأسفر عن القضاء على من بداخل المقرات من المتزاعمين والعناصر الإرهابية قتل 12 يمنيا بينهم نساء وأطفال وأصيب عشرة آخرون بغارتين شنهما طيران النظام السعودي على محافظة صعدة شمال اليمن ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبع عن مصدر محلي بالمحافظة قوله إن طيران العدوان السعودي استادف بغارة منزل أحد المواطنين في منطقة محضة بمدرية الصفراء ما أدى إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم أربعة أطفال وأربع نساء وإصابة ثلاثة آخرين كما استادف بغارة أخرى سيارة مواطن في منطقة بوركان بمدرية رازح ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة سبعة آخرين إلى اللقاء اشتركوا في القناة